والله برافو دولة الجزائر الشقيق بمجرد ما أحمد عطف وزير الخارجية الجزائري لمح سيبي ليبني وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة موجودة في أحد منتديات الأمم المتحدة صمم على أن يتم ترضها خارج المنتدى ده ولما المنظمين لهذا المنتدى قالوا طيب بكرة طب مش عارف مين الوضع إيه بالزبط هدد ونسق مع الكثير من ممثلي الدول الأخرى وهدد أنه هما ينسحبوا من هذا المنتدى الدولي تم الاستجابة للوفد الجزائر وتم طرد وزيرة الكيان الإسرائيلي السابقة انتصرت دولة الجزائر رغم أن هي فتحت أبواب جهنم ضدها حدث ذلك في نفس التوقيت اللي كانت هناك تحركات رائعة على المصار الدبلوماسي ومصار المنطقة ما بين الرئيس عبد المجيد تابون رئيس دولة الجزائر الشقيق وما بين مصر والمملكة العربية السعودية تعالوا بنا نعرف التفاصيل كاملة خلال الحلقة دي قبل ما نبدأ شيروا لك للفيديو ده وكومنتك الجميل أنا أحمد عبدالهيدين وانت من حقك تعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم منتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضرات في نسخة العاشرة كان بيؤقد في مدينة كاشكايش البرتغالية والمشاركين كانوا من عدد كبير من الدول العربية والدول الدعية للسلام والدول أيضا الداعمة للقضية الفلسطينية الوفود المشاركة اتفجأت بوجود وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة سيبي ليفني الوزيرة ديت بولندية الأصل وتلقب بالعصفورة بسبب عملها طبعا في نقل المعلومات ضمن جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي اللي هو الموسيد في مطلع ثمانينات القرن الماضي كان محطة فاصلة في حياة ليفني اللي أنهت الخدمة العسكرية كملازم في قلب الجيش الإسرائيلي وانخرطت سنة 1980 في الموساد بعد ما جمدت التعليم بتاحها الأكاديمي للحقوق في جمعة برني إيلان وأصبحت عميلة في وحدة النخبة وتنقلت ما بين العواصم الأوروبية إذ مكنها حديثها بطلاقة باللغة الفرنسية والإنجليزية إضافة إلى لغتها الأم اللي هي البولندية من التغلغل ما بين صفوف الحركات الطلابية بالجامعات في ديسمبر 2009 أصدرت محكمة بريطانيا بريطانية أمر باعتقال وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة سيبي ليفني على خلفية اتهمات بارتكابات أو بارتكاب جرائم حرب في الهجوم على غزة سنة 2008-2009 لما ظارت لندن 2016 كانت بريطانيا على وشك أن هي تلقي القبضة عليها إلا أن الاتصالات الدبلوماسية من تل أبيب نجحت في تحويل زيارتها من شخصية إلى رسمية وده جنبها الملاحقات القضائية باعتبار أن أي عنصر في أي حكومة على المستوى الدولي له حصانة وجود سيبي ليفني في منتدى الأمم المتحدة دفع بالجزائر وعدد من الدول العربية والإسلامية وغيرها من البلدان الداعمة للشعب الفلسطيني الاشتراط منع مجرمة الحرب هذه من حضور الأعمال التحضيرية للمنتدى وجي في خلفية الفيديو المنشور كلمة خرجوها الوزير الجزائري أحمد عطاف ضغط على المنظمين للمنتدى وقال لهم لازم تخرج فقعدوا يتكلموا معاه ألا أخرجوها وبالرغم من التطمينات إلا قدمتها الجهات المنظمة إلا أن الوفود المشاركة تفاجأت مرة تانية صبيحة اليوم التالي بتواجد تسيب ليفني داخل قاعة الاجتماعات لحضور الجلسة الافتتاحية للمنتدى وده طبعا ما تركش أي خيارات أخرى قدام الوفد الجزائري اللي كان بيترقصه أحمد عطاف وزير الخارجية ووفود دول أخرى غير أن هما يبلغوا الجهة المنظمة أن هما هيغدروا قاعة الاجتماع وعدم المشاركة في أعمال المنتدى طالما أن كنتم حرصين على الوزيرة المجرمة دي احنا هنتوكل على الله وينسيب المنتدى بتاعكم وبعد أخذوا رد تكللت مساعي الجزائر باعتزار الجهات المنظمة والطرد النهائي لتسيب الافني من المنتدى وسحب الدعوة الموجهة إليها موقف رائع بجد موقف رائع لأحمد عطاف والوفد الجزائري اللي تبنوا طرد الست دي طردها مش هيعمل حاجة بس كان علامة لا أنتم مرفوضين مرفوض وجودكم المنتدى بيناقش حوار الحضارات والدول الداعية للسلام الست ارتكبت عمليات أساسا جرائم حرب في قلب قطاع غزة أيام ما كانت وزيرة لا وبناء عالية غورف ستين ألف دهية النتيجة انتصرت وجهة النظر الجزائرية موقف مشرف هو ده الموقف الجزائري وهو ده رد الفعل الجزائري بصراحة اللي احنا عارفينه ولذلك لا نملك غير ان احنا نقول برافو دولة الجزائر الشقيق حدث ذلك في نفس التوقيت اللي كانت هناك مباحثات ما بين الجزائر وما بين مصر وما بين الجزائر وما بين المملكة العربية السعودية السفير دكتور مختار وريدة سفير مصر لدى الجزائر قام بمقابلة محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم الجزائري وخضر رخروخ وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية والزيارة طبعا بتأتي كما ذكر السفير المصري بإطار جهود السفارة لمتابعة تنفيذ نتائج زيارة الرئيس الجزائري لمصر في أكتوبر اللي فات والتي شهدت الاتفاق المشترك على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار بين البلدين الشقيقين واستعداد الشركات المصرية بخبرتها الوسعى للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بالجزائر تناولة المناقشات فرص التعاون والاستثمار ما بين الشركات المصرية والجزائرية في مجالات عديدة أبرزها صناعة النفط والغاز وتطوير الحقول وإنجاز الهياكل القاعدية للمحروقات وإنشاء محطات إنتاج وتحويل ونقل الكهرباء بالإضافة إلى إنجاز مشروعات تحويل الموارد المنجمية في الجزائر وتم الاتفاق خلال اللقاء على أهمية دفع أفاق التعاون خلال المرحلة القادمة حدت ذلك في نفس التوقيت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقع على قانون المالية للعام الجديد إلا أقر أكبر موازنة في تاريخ البلاد إزانا بدخولها حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير الدولة الجزائرية شغالة على قدم وساق حدث ذلك في نفس التوقيت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استقبل وزير الدخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود اللي بيقوم بزيارة رسمية للجزائر بتوجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وزير الدخلية السعودي نقل تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء للرئيس الجزائري والتمنيات بتاعتهم للجزائر حكومة وشعبا وتمنوا دوام الرقية والإزدهار والطرفين أيضا بحثة استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني ما بين الطرفين على كل الاتجاهات دولة الجزائر الشقيق شغالة بشكل حلوى أوي بالإضافة إلى دورها الرائع جدا والمشهود له بصراحة والمواقف بتاعتها الرائعة دولة الجزائر بتخط لها طريق منفرد بذاته عن زي قبل النتيجة دولة الجزائر أصبحت يشار لها بالبنان بتوجيه ولي العهد السعودي وزير الدخلية يلتقي الرئيس الجزائري وآدي طبعا المنشتات بتوجيه من ولي العهد السعودي وزير الدخلية يلتقي الرئيس الجزائري بفضل الجزائر طرد تسيبي ليفني من مؤتمر دولي في البرتغال شوفوا المنظر حضراتكم والفيديو الجزائر تنجح في طرد تسيبي ليفني لا برافو برافو بجد دولة الجزائر خرجوها وزير خارجية الجزائر يطرد ممثلة دولة الاحتلال من منتدى بالأمم المتحدة والله جميل بجد اللي روعة يعني ما فيش نصوت خالص نفس الفيديو السابق عمتا يعني سفر مصر بالجزائر يبحث مع وزير الطاقة والأشغال استعدادات الشركات المصرية لتنفيذ المشروعات التنموية تبون يبحث مع وزير الدخلية السعودي تعزيز التعاون الأمني طبعا موقف رائع تحركات أكثر من رائعة النتيجة لا نملك سوى أن نقول برافو دولة الجزائر التعاونрь موسيقى اشتركوا في القناة